اندماجي هو كويس بس يكون مننا الشغل نشتغل على النظام ما مننا نندمج ونبرك ببيوتنا مننا نشتغل ونرجع ديارنا هذا حقنا وحق كل حر شريف ما مننا نشكل ونبرك ونفرجع بعضنا مننا نشتغل على النظام لانتان باكين بيوتنا عصب الحمد روم مسلم حانا للنظام نرتاح من هذا الشيء كله ياته طبع عندي صير تحسن كتير كبير في المنطقة اندماجي يكون فصيل واحد هذا شيء كويس وفيه مبادرة حلوة ان شاء الله هيكون مستمرين في هذا الشيء هذا المدينة تطلب هذا الشيء هذا طبعا أهم الشيء يكون تنظيم البلد يكون هو فصيل واحد ما يكون في فوضى بين الفصائل طبعا الاندماج هو يعني عبارة عن غرف يعني كلها على الفاضي يعني اليوم شكلوا وانتوا شكلتوا قيادة جيش وطني وهيئة أركان وحدة وضباط وضباط وفيه رئيس في وزير دفاع طيب انتم شكلتوا هذا التشكيل كنهار يطلعوننا بغرف على عزم وعلى جبهة تحليل السورية ما بنعرف اش عا بصير بالوضع انا برأيي تحت مسمى واحد هو مسمى الجيش الوطني هذا البدنيان احنا وبس ومن دون فصائلية ان شاء الله يا رب الله يقويا يا رب يعني من قبل كان فيه كتير فوضى يعني قبل ما ينضموا كان فيه رايات كتير ما تعرف الفصيل الفلاني من الفصيل الفلاني ايه الحمد لله هلأ يا رب الله يكون محهم وياخدوا بيدهم يا رب ايه هلأ صاروا كلهم تحت راي وحدة الحمد لله رب العالمين ان شاء الله يتموا ثابتين على هذا الشي يا رب دخيلة